أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع قناة المهندس في الفيزياء نبدأ إن شاء الله عمل لكم برنامج جديد اسمه مسألة كل يوم إن شاء الله كل يوم نسترد معكم مسألة أفكار انجحنات أفكار مهمة هنحلها بأبسط طريقة ممكنة إن شاء الله لأول مرة اتبعنا ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا بنا نبدأ مع بعض السؤال معنا بيقول في الشكل المقابل يكون نحصل النسبة بين المقامة الكلية عند غلق المفتاح K1 وفتح K2 إلى المقامة الكلية عند غلق المفتاح K2 وفتح K1 أول حاجة هقفل K1 وفتح K2 هقفل K1 وفتح K2 نحن أرسم رسمة تاني بشكل مختلف ونحسب مقامة كلية إزاي أنا قفلت K1 هنا في مقامة R وهنا في مقامة R هفتح K2 لكنه مش موجود خالص وأرسم بقية الشكل هوت في مقاومة هنا 2R وفي مقاومة هنا 2R ده اتفتح كأنه مش موجود خالص معي لو مشيت مع الطيار دلوقتي هيطلع ملكود بالموجب بتاع البطارية هيخش الجزء جزئين دول توصلهم توازم مع بعض بنص R زائد دول توازم مع بعض 2R مع 2R يطلع R ونص 3 على 2R لو واحد ونص ده النسبة الأولنية النسبة التانية عاز المقامة الكلية لما يقفل K2 ويفتح K1 بتاع نرسم الشكل تاني خد بالك بقى المرة دي قادة المقاومة R اللي فوق دي زي ما هي أهي أفتح كواحد دي بيتش موجودة خالص طب هقفل K2 أهو هقفل K2 كده K2 اتقفل ده ما كان K2 بقى مقفول في فوق 2R وتحت 2R طبعا التالعة لعمل كود بالموجب هيعدي على R قادة R معاي ويجي هنا عايز انتقل من هنا لهنا عندك كم طريق 3 طرق ممكن تمشي في المقاومة 2R أو ممكن تمشي في المقاومة 2R أو ممكن تمشي في السلك الفاضي طبعا السلك يلغي المقاومة 2 دوله عشان توازي معهم فأصبح المقاومة الكلية بR بس هي بR الكلية في الحالة دي بR بس تعاين جيب النسبة كده في الحالتين R الكلية لما أقفل K1 وفتح K2 كان بـ 3 على 2 3 على 2R طب والحالة التانية قد بR بس شيل R مع R يبقى لك كامل 3 على 2 يبقى الاختيار الصح اختيار رقم دال